نكمل كتاب النفحة الزكية في أن الهجر بدعة شركية هيبقى المجلس الثالث في هذا الكتاب لقى بالفضل عبد الله بن الشيخ محمد بن الصديق الحسن الغماري رحمهم الله وتعالى فبيقول هنا ايه فصل العقوبات الشرعية كفارة وحد وتعزير يعني قال ان مش دمنا العقوبات الشرعية الهجر ده العقوبات الشرعية اما لها كفارة او لها حد او لها تعزير مفيش حد اجهب العقوبات الشرعية قالك اهجر فولان عقوبة له فهمتبقى ازاي فرد الشارع عقوبات على المعاصي وهي انواع كفارة وهي في حق مفطر يوم من رمضان عمدن والمظاهر والحانس في يمينه ثانيا حد وهو حد حد وهو في الحراب والقتل والزنا والقصف والسرقة واللواط وشرب الخمر تعزير وهو في كل معصية لا كفارة فيها ولا حد وهو انواع توبيخ يبقى التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا متروكة للحاكم ده التعزير والحد عقوبة مقدرة شرعا لك تهد فيه واضح فقال لك التعزير انواع توبيخ ثبت في الصحيحين عن ابي ذر قال ساببت رجلا من اخواني فعيرته بامه وفي رواية قلت له يا ابن السوداء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامك بامه انك امرؤ فيك جاهلية وبخه يبقى ايه لما قال له انك امرؤ فيك جاهلية يعني طبع من طبع الجاهلية واخد بالك ازاي وجاء في رواية الوليد ابن مسلم ان الرجل اذا عيره الذي عيره ابو ظر هو بلال رضي الله عنه فوبخه النبي صلى الله عليه وسلم نوع تاني من التعزير اخذ بعض المال يسموها عقوبة مالية ليه الوقت غرامة زي مثلا انت كسرت اشارت المرور يقوم يعطبك عقوبة مالية واخد بالك زي دي عقوبة مجاش فيها الشرع بس دي عقوبة مالية تعزيرية عشان ما تكسرش اشارت المرور لان كسر اشارت المرور يؤدي الى الفوضى وارتباك المرور وقد يؤدي الى الحوادث فهمت بقى ازاي فدي ايه اتباع عقوبة تعزيرية او واحد بيمشي في الشوارع ايه يتحرش بالبنات فهمت ازاي هو ده ما زناش عشان ان انا اعرضوا للحد لكن اللي بيعملوا ده ما يصحش يقوم الحاكم زمان واخن صغيرين كان يقول لك ايه ياخدوا في الاسم البوليس يضربوا المين على افاة ويحلقوا شعره ايه بالموس عشان يبقى عبرة موسخة يعني فهمت ازاي ده اسمها ايه عقوبة تعزيرية توبيخية يبقى ايه تاني حاجة اخذ بعض المال والاصل فيه ما رواه احمد والنسائي وبود عن بهز بن حكيم النبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة قال من اعطاها مؤتجرا يعني منتظر سوابها عند الله فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر مالي عزمة من عزمة ربنا يعني حناخد منه الزكاة بالعافية وغرامة من نص ماله يبقى ادي عقوبة مالية فقال وفي صحة هذا الحديث خلاف واخذ بيه الشفعي في القديم فقال للامام ان يعاقب باخذ المال ثم رجع عنه وقال بهز ليس بحج وهذا الحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت لقولن بانته وقال البياغ غير حديث بهز منسوخ وتعقبه النووي بان الذي ادعوه من ان العقوبة كانت بالاموال في اول الاسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوة نسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ قال الحفظ ابن حجر في التلخيص والجواب عن ذلك ما اجاب بي ابراهيم الحربي فانه في سياق هذا المتن لفظه لفظت وهم وهم فيها الراوي وانما هو فان اخذوها من شطر ماله اي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق وياخذ الصدق من خير الشطرين عقوبة المنع الزكاة فاما ما لا يلزمه فلا قال الشوكاني والاخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال برضو لانه زائد على الواجه وقلت وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وامرأة من الانصار على ناقة فضجرت فلعنتها لعنت الناقة فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ايدي عقوبة مالية حرمها من استعمال الناقة اللي لعنتها هاتلا خلاص اعتيها الوجي اللباء انها ملعونة وتركبها ايش ولا تستفيد بيها ولا تتبحيها تكل لحمها دي ملعونة يبع عقبة بن حرمها منها ودي عقوبة مالية قال الكرطبي يؤخذ منه العقوبة بالمال وانظر الكتاب لاعتصام الباب الثامن منه والمثال الثالث وفي المسألة كلام كثير ينظروا في نيل الاوطار وعشان كده اتخذ القانون الوضعي المصري عقوبات مالية ايه غرامة على من ليوفي بالعقد يعني تعمل عقد مع واحد وتقول اذا ايه لم توفي بالعقد ففي عقوبة غرامة مالية يسموه شرط جزائي يجي لك العيال وهابية مش فاهمين الخلاف ده يقول لك ده باطل باطل ويحكمه بما لم ينزله الله الحكومة كثرة ويقعد يعمل لك كده وايه ابدا ده وارد وارد العقوبات المالية واردة ويفعلها الحاكم ايه على حسب الذي يراه مناسبا فهمت ازاي ووارد شرعا فهمت بقى ازاي فما تتسرعش ليه لانه قرأ مذب الحنبلة بس ومذب الحنبلة عندهم لا عقوبة في المال تهمت بقى ازاي رأي الحنبلة كده لا يا سيد الموضوع اوسع اوسع من مذهبك فما فيش دعا للتسرع يعني والتالت حاجة في التعذير الضرب سبت في الصحيين عن ابي بردة بن نيار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله دليل انه كان ممكن يجلد ثلاث اربع جلدات يسموها تعزير كده وفي رواية البخاري لا عقوبة فوق عشر ضربات الا في حد من حدود الله وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كانوا يضربون على عهد رسول الله سلام اذا اشتروا طعاما جزافا او ان يبيعوه في مكانهم حتى يأووه الى رحالهم يعني ما ينفعش تبيع ايه الطعام اللي اشتريته كده بالنظر بقبل ما ايه ما تكيله وتعرف كمته وتنقله لايه للمخزن بتاعك وإلا هتبقى تبيع ما لم تحروزه فيهم تبقى ازا فنهى النبي لما كان بعض التجار يعملوا كده كان ايه قيم السوق يعمل ايه يعقبهم عقوبة بالضرب احيانا لبعض التجار عشان ما يعملوش كده قال الحافظ ابن حجر يستفاد منه جواز تأديب من خالف الامر الشرعي فتعطى العقود الفسدة بالضرب ومشروعية اقامة المحتسب في الاسواق اللي هو بيراقب السوق ده اسمه المحتسب زي مسلا ايه جهاز مسلا حماية المستهلك علشان يحميه من ايه من الغش التجاري او ده جهاز حماية المستهلك ده ايه يعتبر المحتسب وكذلك الرقابة على الاسواق بالذات لو كانت الاسواق فيها اطعمة فيها رقابة صحية لازم يجي طبيب بطر يتأكد ان اللحوم سليمة وإلا يقفل المحل ويشمعه فهمت ازاي ويعملوا ويحولوا للتحقيق والتاني برضو لازم يتأكد ان البضائع دي مش مسمومة وانها صالحة لاستعمال الادمي ويفتش وياخد عينات ويحللها كل دي ايه اسمه المحتسب على السوق كل ده جاء به الشرعي الشريف فيهم؟ والضرب المذكور محمول على من خالف الامر بعد ان علم بانتهى وروى التبراني في الاوسط من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزير فوق عشرة اصوات ورابح حاجة برضو في التعزير الحبس اللي هو ايه يحبسه شهر يحبسه اسبوع يحبسه ثلاثة ايام في ايام زي حبس سجن يعني روى البيهقي في السنن من طريق سفيان ابن عينة عن ابن ابي ليلة عن اسماعيل عن ابي مجلز ان اخوين من جهينة كان بينهما عبد فاعتقى احدهما نصيبه فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له ليه بقى لانه هيدر شريكه انا املك عبد واخوة بيملك معايا نصف العبد ده فروحت انا اعتقت النص بتاعي بقى العبد ده اسمه ايه مبعض بعضه حر وبعضه ايه عتيق في الحالة دي طالما اعتقت النصف يبقى اضمن لشريكي قيمة النص بتاعه عشان ما ما خسروش فالنبي صلى الله سلام عمل ايه حبس الجدع ده لحد ما يدبر مال قيمة نصف العبد عشان يديها لشريكه عشان يبرقه والعبد يعطى كاملا تفهمت بقى ازاي وفي السنن غير ابن ماجة من طريق بهز ابن حكيم عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجل في تهمة ثم خلى عنه صححه الحاكم وروى له شائدا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجل في تهمة يوما وليلا استظهارا او احتياطا اسناده ضعيف وروى البيقي في الاوسط عنه بيشته ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة واسناده ضعيف ايضا وروى عبد الرزاق في المصنف اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك قال اقبل رجلان من بني غفار حتى نزل منزلا بضجنان من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم معهم ظهر لهم يعني معهم الركوبة بتاعتهم فاصبح الغطفانيون وقد فقدوا بعيرين من ابلهم فاتهموا الغفاريين فاتوا بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له امرهم فحبس احد الغفاريين وقال للاخر اذا فلتمس فلم يكن الا يسيرا حتى جاء بهما يعني اذا بيبحث عنهم وحجز عنده واحد رهينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمحبوس استغفر لي فقال غفر الله لك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولك وقتلك في سبيل الله قال فقتل يوم اليمامة يعني كنت شهيدا وروا ابو داود في سنن عن ازهر ابن عبدالله الحرازي ان قوما سرق لهم متاع فاتهموا اناسا من الحاك فاتوا النعمان ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبساهم اياما ثم خلى سبيلهم فاتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ان شئتم دربتهم فان خرج متاعكم فذاك وإلا اخذت من ظهوركم مثل فقالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله ورسوله والنفي دي ايه خامس عقوبة تعزيرية النفي روى البخاء كانوا زمان يعقبوا كده يقول لك ايه يبقى مثلا موظف شغال في القاهرة وبعدين ايه اختلس يقول ايه ينقلوا اسوان واخذ بقى على الجن وبيتهم في القاهرة يبقى دي عقوبة برضو بعدلوا مكان شغله عشان ايه ما يعملش جدتان فهمت بقى يسموها النفي روى البخارية عن ابن عباس قال لعنى النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم يعني انفوهم تخلوهمشوا فسد الناس عشان ما ينشروش ايه الفجر فسدهم قال فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا واخرج عمر فلانا ترجم عليه البخاري بابه نفي اهل المعاصي والمخنثين يعني اخرجوهم من المدينة خالص قال له ما تسكنوش عندنا في المدينة ورواه الطبراني وتمام وتمام في فوائدي من حديث واثلة بن الاسقع وقال فيه واخرج النبي صلى الله عليه وسلم انجش عشان كان صوته جميل اوي انجش ده فكانوا ايه الجواري والبنات يحبوا اوي صوته اوي وبعلوم بقى ايه يغموا عليها من جمال صوته قلت لها تعمل لنا مشكلة بقى زي عب حليم حافز كده عب حليم حافز ده لما مات في بنات انتحروا ورموا نفسهم من البلكونة حزنا عليه مهمت ازاي عشان كان ايه راجل صوته جميل وكان بيغني اغاني بقى ايه عاطفية والبنات بقى ايه كان بيتأثروا بيه فاول ما مات رموا نفسهم من البلكونة وماتوا انتحروا فالنبي مش عايز الحكاية دي ان انها البنات تتعلق تعلق شديد ايه باللصوته جميل ده يوم ايه ينشغلوا به وبصوته عما امرهم الله به من قيام بالبيوت وايه والاهتمام بالازواج فهمت وروا ابو داود في سنن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء والخضب بالحناء ده في اليد والرجل ايام النبي ده كانت زينة النساء يعني احنا في لغتنا ده عمي حطت احمر وبيض تهمت بزاوروش بقى وماشي كده في الشارع فجابوا النبي صلصة فقال ما باله هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فاقره فسألوا النبي انت بتعمل كده تشبههم بالنساء ولا بتعمل كده عندك ألم في ايدك بتتعالج عندك مرض جلدي النبي حسن اصدن الآخر لحظة فالتاني قالوا لا بتشبه بالنساء انا بحب سلزينة النساء اقر اعترف فنفي الى النقيع مكان بعيد فقالوا يا رسول الله ألا تقتله فقال اني نهيته عن قتل المصلين طالما بيصلي ما اقتلوش ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ابن أبي العاص الى الطائف لأنه كان يحكيه في مشيته ويشيع سره وقصته معروفة في كتب السيرة والاستعاب والإصابة الحكم ابن العاص ابن أبي العاص اللي هو ابو مروان ابن الحكم وابن مروان عبد الملك ابن مروان حكم بني أمية الحكم ده كان يقلد النبي في مشيته يعني يمشي كده ايه يمشي ورا النبي والنبي يرى من خلفه كما يرى من أمامه فلما لقاه كده بيقلد النبي في مشيته مش كده وبس والنبي لما يدخل ويقفل بابه يبص من ايه من خرم للباب كده عايز يشوف النبي بعمله جوه واخد بالك ازاي فكان فيه خصال سخيفة فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه نفال الطائف بعمت ازاي قال له ما تعودش معنا في المدينة وقعد في الطائف ما تجيش طوله لا بعد ما وفات النبي جاء ابو بكر فالحكم عايز يرجع المدينة قال له لا لا تعوده طالما تردك منها النبي جاء في وقته خلافة عمر قال له ايه زي ارجع وعمر قال له زي ما انت في الطائف انا مش هغير حكم النبي فيك وقعد في الطائف فدل قاعد خلافة سيدنا عمر كلها برضو في الطائف مش عارف يروح اي حتة جاء سيدنا عثمان ابن عفان سيدنا عثمان ابن عفان رجل طيب وده من قريبه من بني امية قريبه فرح لي سيدنا عثمان بعت له مرسال مش كفاية علي عقوبة مدة النبي عدت في الطائف وبعد ابو بكر سنتين وشوية قربة ثلاثين واثناشر سنة خلافة عمر عدت في الطائف مش كفاية علي بقى يا عثمان اجيلكوا بقى واجي المدينة وتبطئ لله مش هعمل كده تاني ام سيدنا عثمان ايه رجعوا المدينة واكتفى بهذه العقوبة فهمت ازاي عفو رئاسي يعني وروا ابو الحسن المدايني في كتاب المغربيين او المغربين لا المغربين في كتاب المغربين عن مسلمة بن محارب عن اسماعيل بن مسلم ان امية بن يزيد الاسدية ومولى مزينة كان يحتكران الطعام بالمدينة فاخرجهم عمر نفاهم برا يعني ينزلوا يشتروا بضاعة معينة من السوق ياخدها وكلها ويجتمع عنده في المخزن عشان تشحي في السوق ويرفعوا سعرها بعدين ينزلوها في السوق سيدنا عمر ما عجبوش الترجاء دي لهم لا متعودوش عندنا في المدينة نفاهم فهم وروى ايضا قصة جعدة السلامية انه كان يخرجوا مع النساء الى البقية ويتحدس اليهن ده كان جعدة السلامي ده ايه يعد يتكل يوم يلقوه ماشي بيتمشي مع واحدة ست لحد البقية ويتكلم معهم دي شغلانة دي ما ينفعش الطريقة دي يا جعدة حتى كتب بعض الغزاء الى عمر الغزاء دول بيروح قتله في اطراف اللي بتاعه وسايبين زوجاتهم في المدينة خايفين من جعدة لا يغويهم فالغزاء بعت وجواب لسدنا عمر خلصنا من جعدة ده حيفسد علينا نساء نحن سايبينهم في المدينة شوف لك حل فيه يطلبوا مع الموبايل ويستنوهم في البقية لا ما ينفعش كده ما ينفعش حتى كتب بعض الغزاء لعمر يشكو ذلك فاخرجه وقصته مبسوطة في كتاب الاصابة للحفظ ابن حجر ومن انواع التعذير مرواه البغاوية في الجعديات قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شريكه عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامل قال اتى عمر اتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما الى الليل يقول هذا فلان شاهد زور فاعرفوه ثم حبسوه يعني شهر به جالوا واحد شاهد شاهدت زور سيدنا عمر عرف الناس شاهدت زور فوقفوا كده في مكان ما يبرحش وقال للناس ايه وقف جنبيه واحد كل ما الناس تمر الواحد يقول لهم شاهد زور شاهد فضحوا في الدنيا كلها فضحوا في المدينة كلها طول الليل لحد تاني يوم قالوا روح بيتك خلاص يعني كفاكرة بوص صمعته دم نعم التعذير يعني والتعذير موكول الى الامام يفعله هو او من ينوب عنه كالقاضي او المحتسب وليس لغيره ان يفعله مع احد الا الوالد مع ولده والزوج مع امرأته وللامام ان يترك تعذير شخص اذا رأى مصلحته بذلك وعليه يحمى الحديث اقيل ذوي الهيئات عثرتهم وحديث تجافه عن ذنب السخي على قرد سبوتهما لكنهم غيروا سبتين اما الحد فلا يجوز تركه بعد وصوله الى الامام لانه حق حق الله تعالى ونقف عند هذا الحد نكمل ان شاء الله يوم الجمعة القادم باذن الله